أهلا بكم يقول متابعون نحن أمام حكومة لا تعرف استخدام الرقم أو لا تحوزه أصلا أفلا تدري هذه الحكومة أن الاستشراف والتخطيط أداة لا مفر من استخدامه في سبيل النجاح لا تخطيط ولا استشراف في بلد تهزه رياح الأزمة المالية من كل جانب نشير فقط أن وزارة التخطيط والاستشراف تلعب دور التنسيق بين جميع وزارة الحكومة وهي من تعمل على وضع الاستراتيجيات والميكانيزمات للحكومة وتقدم لها البرامج بعد قيامها بدراسات دقيقة تحدد القيمة المالية التي تحتاجها كل وزارة على حسب المشاريع المسطرة أسسها الراحل هواري بومديا تحت مسمى وزارة التخطيط والتهية العمرانية وحلت مع نهاية عهد الشيد لبنجديد في العام 1980 الدولة تخلت عن كتابة الدولة لاستشراف والتخطيط في العام 2012 التي كان يقودها الوزير عبد الحميد تمار أعادتها في سبتمبر 2013 وأعادت لتتخلى عنها في سبتمبر من العام 2014 كان يقودها الوزير بشير مصدفة اليوم في الجزائر الرئيس هو من يقدم البرامج للحكومة كما هي ممثلة في البرامج الخماسية والحكومة تطبق فقط ما جاء فيها أما الميزانيات فتحدد بطريقة تفتقد للدراسات والتقييم الناجع وجل الميزانيات المرصودة للقطاعات تصرف بطريقة عشوائية أو يعود نصفها كما جاء في نهاية السنة غياب التخطيط والاستشراف فقدت بسببه الجزائر حوالي 12 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي عند إبرام الاتفاق التجاري منذ ثماني سنوات والجزائر مطالبة بإعادة مراجعة ذلك الاتفاق والأمر يتعلق بمثل الاستيراد نفس الخسائر تكبدتها الجزائر مع العالم العربي عند إنشاء منطقة التبادل الحر حيث وجدت الجزائر نفسها تستورد مواد إسرائيلية تحت غطاء عربي وقد يحدث إذا انضمت الجزائر إلى منظمة المنظمة العالمية للتجارة كيف يتم تحرير ميزانية الدولة؟ على أي أساس توزع الأموال على ميزانية الوزرات؟ من يراقب تلك الأموال؟ يقول خبراء أن صرف ميزانية الوزرات لا يقوم على عد المشاريع بطريقة صحيحة أولى من منظور الاستشراف والتخطيط الناجع حتى قانون المالي التكميلي هو في الأصل استثناء يرجى إليه في الحالات التي تكون فيها الأزمات لكن في الجزائر أصبح قاعدة ثابتة وهذا دليل وانقاطع على غياب التخطيط والاستشراف والتقييم والمحاسبة غاب إذن التخطيط والاستشراف فتاهت الحكومة عن مسار النجاح يقول متابعون